بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء السادس من الفصل الثالث لمقرر نظم التشغيل وفي الجزء ده يا جماعة هنبدأ نتكلم عن الاسكيديولرز البرامج اللي بتقوم بعملية الجدولة طيب فيه ثلاث أنواع عنده يا جماعة من برامج الجدولة تعال نشوفهم مع بعض فيه short term scheduler أيوة long term scheduler وهنشوف كمان شوية فيه حاجة اسمها medium scheduler طيب نشوف يعني ايه كلمة short term scheduler يعني برنامج بيقوم بعملية الجدولة تمام ولكن له هدف محدد ايه هو انه بيقول ايه بيساعد البروزز على مين الاكسيكيوتيد مين اللي هتتنفذ ناكست and allocates cpu وبيخصص البروزز لمين هه للcpu جميل يعني اذا ال cpu scheduler مختص بس بانه يخصص البروزز وينفذ عند مين هه عند ال cpu الكلام ده ممكن ياخد منه ميلي سكنز عشان كده ال scheduler ده جماعة بيبقى fast سريع طيب حاجة كمان long term scheduler وساعات بيسموه job scheduler طب ده لو اختصاص اه لو اختصاص بيقولك مختص بس بايه انه يجيب البروزز اللي ايه اللي تكون هه جاهزة عشان تدخل في ال red q بمعنى ايه بمعنى select process شود بيبروت هياخد ال process هو يختارها ليه عشان يحطها فين في ال red q في طابور الانتظار جميل اتخلي بالكوابقى جماعة دايما يقولوا ايه يقولوا ان long term schedulerat دايما يتحكم في ايه في المالتو بروجرامنج درجة المالتو بروجرامنج بمعنى ايه بمعنى والله لو الراجل دوت سريع الراجل ده قدر يهندل الموضوع ده هندلة او يتحكم فيها بطريقة جايدة اذا ان درجة المالتو بروجرامنج بتزيد وانتو عارفين كلمة مالتو بروجرامنج معناها ايه حد عارف مظبوط مالتو بروجرامنج معناها البرمجة المتعددة او امكانية تنفيذ اكتر من برنامج بروجرام بروجرام في وقت واحد مش كده at the same time مش كده اه اذا بهذه الطريقة ممكن يقدر يتحكم في كام برنامج ممكن يتحكم يتنافزه في وقت واحد طبعا بايه ها بمعرفته وتحديده مين البروث اللي هتقفل الريديكيو يا جماعة الكلام ده ممكن ياخد منه seconds او minutes طبعا اطول شوية منين اه اطول شوية منين من short term schedule عشان كده هو بالنسبة له ايه slow بطيء معايا طيب في حاجة بس بس عايزين نتكلم فيها ايه هي ان اي بروجرامنج في الدنيا ممكن تصنف تصنفين لاما input output bound او cpu bound بمعنى ايه معناه يكون اهتمامها كله دخول وخروج input او output تاخد من ال input او تخرج على output معظم اهتمامها بكده معايا والcpu بتاخد من وقتها وقت صغير قوي طيب يعني بنقول ان more input output than computation يعني ها الاتخال والاخراج عندها اكتر من عملية الحسابية على مين ها عند ال cpu اذا cpu short time او تكونها عملية cpu bound ومعنى كلمة cpu bound انها بتهتم بالحسابات اكتر من الاتخال والاخراج يعني مور كومبيوتشنز عملية حسابية اكتر من عملية مين ها لاتخال والاخراج خلي بالك من الاتنين ها انتس دول من الملحوظتين اللي احنا قلناهم دول ان فيه عندنا نوعين انبوت اوبوت باوند او ها cpu bound وهنرجع تاني نقول عندنا كامسكيديولر يا شباب صح ثلاثة واحد اللي هو short term scheduler مختص بس بالوكيت للcpu اتنين ها long term scheduler اللي هو ايه ها مختص بس ان يجيب البورس يحطها فين في ال ready q وما تنسوش لسه في واحد ثالث اللي هو مين صح كده احنا قلناه مش كده اللي هو medium term scheduler اللي هو ايه بيسموه المتوسط المجدول المتوسط في حالة الجدول المتوسط ده جماعة بيبقى فيه temporary swaps out بمعنى ايه بمعنى بيحصل اخراج مؤقت للprocess تمام من ال ready q ويخرجها ويحتفظ بها الفترة زمانية محددة وتدخل تاني عند مين ها عند ال cpu و restore at letter type لكن هذه العملية بتقلل شوية من درجة تنفيذ عدد من البرامج في وقت واحد طيب ده مثال ها قدامك كماعة الفجر قدامنا ده الفجر بيقولك هو لو انا في ال ready q بروسل طبعا مش انا طبعا بروسل في ال ready q وراح عند مين ها عند ال cpu ممكن ممكن يحصلها ايه ممكن يحصلها سواب اوت خروج مؤقت معايا بارشلي يعني بصورة لحظية من ايه ال cpu وايه ها ايوا وتخرج دخول تاني عند ال cpu من اجل ايه من اجل ان تنفذ مرة تاني تمام وطبعا احنا اكتبنا عن التوابير الباقية بالتفاصيل في المحاضرات اللي فاتت وقلنا ان احنا من ضمن التفاصيل اللي قدامنا ال input output waiting q وهكذا احنا قلنا عدد من القيز ممكن تشوفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته